تحت جنح الظلام تطل القرارات في عدة وزارات ومرافق عامة من شباك الفضائح على صعيد التوظيف المذهبي والمناطقي وفي ظل حكومة تصريف الأعمال المعروفة صلاحياتها مسبقا احتساب عدد الموظفين منذ مطلع العام الجاري بالتكليف والتعاقد لا يقل عن 2299 موظفا معظمهم من لون سياسي ومذهبي معين ليبلغ الخلل الطائفي حوالي 90% بالأرقام دخل إلى الوظائف العامة خلال الأشهر الأخيرة من دون موافقة من مجلس الخدمة المدنية في وزارة الصحة 29-25 من المسلمين معظمهم من الطائفة الشيعية وأربعة من المسيحيين في وزارة الزراعة 850-756 مسلم من الطائفة الشيعية وأربعة وتسعين مسيحي في وزارة المالية 132-123 مسلم معظمهم من الطائفة السنية وتسعة من المسيحيين أما الكهرباء في الجنوب العدد الإجمالي 62 وبينهم 0% من المسيحيين أما هذه الوثيقة العائدة لوزارة المالية فتظهر أسماء من ألحق للعمل لدى مديرية الواردات بالفاتورة معظمهم من لون طائفي واحد وبموافقة وزير المالية محمد الصفضي الأرارات اللي يخدوها الوزراء هي أرارات تحت الطاولة نحن كيف عم نعرف؟ نحن ما عم نعرف من الأرار لأنه مجلس خدمة المدني وفاعلية أو لأنه صدر بالجريد الرسمية نحن عم نعرف من الناس اللي جوا أنه بيوعوا الصبح في مئة موظف بالوزارة جديد ما بيعرفوني بيسألوا عنهم بلون إيه طلع أرار ونحن توظفنا بالوزارة أنه إذا عندي أنا مئتين وظيفة بوزارة عم بيكونوا ملك طايفة وعم بيكونوا ملك طايفة اللي هي طايفة الوزير أكتر لأوقات وبالتالي عم يتوظفوا وعم ينعرف فيهم بعدين من دون ما يكون فيه أي مداخل لمجلس خدمة المدنية أما الفضيحة الكبرى ففي عقل دار الرئاسة الثانية ووفق التوزيع الطائفي في إدارات مجلس النواب عدد شرطة المجلس 600 أنصر 596 منهم من المسلمين عدد الإداريين 400 إداري 368 منهم من المسلمين وعدد المديريات 13 مديرية 10 شيعة 1 مسيحي 1 درزي 1 صنة كنتوا عند رئيس الجمهورية وطرحتوا الموضوع بشكل موسع وكامل شو وعدكنا الرئيس بهالإطار؟ وعدنا أنه يشتغل على مرسوم رئيسي يحد من هذا الموضوع بالتوزيف العشوائي الغير شرعي هذه أول شرعي تاني شغلة يصير فيه مراجعة لكل هذه المخالفات أو التوزيفات غير الشرعية كل هذا يحصل رغم أنه تمت مراسيم صادرة في عدة وزارات لصالح 980 لبناني نجحوا في مجلس الخدمة وضمن التوازن الطائفي وهو منتظار تعيينهم المعلق حتى الآن وذلك بحجة أن الحكومة هي حكومة تصريف أعمال لكن السؤال المشروع كيف تتم عمليات التوظيف من جهة وتعلق مراسيم التعيين من جهة أخرى ولماذا الكيل بمكيالين ومن يحاسب؟ ترجمة نانسي قنقر